ففي اربع نقط مهمين جدا بدي احكيهم انه ميثاق سفالوسا يعني الركن الاساسي للمحتوى اللي انا بقدمه والفيديو للتاريخ ميثاق سفالوسا هذا الفيديو مهم جدا 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 بعد مرور حوالي 6 سنوات على وجودي اونلاين وجهب يكون في ميثاق لا اسمي وتواجدي وهات الامر صار يعني انا ماكنت متوقعه انا مهنتي المشروبات الكحولية مهنت والدي ومهنت جدي ودراستي لما دخلت المجال اونلاين وجدت تجاوب رهيب يعني حاليا ملايين الناس اللي بتابعوني وبتابعوا محتوي وصار امر واقع انه انا صرت المرجع الاول بمنطقة الوطن العربي والشرق الاوسط في كل ما يتعلق بالمشروبات الكحولية ومن 6 سنوات محتوي هو المحتوى الوحيد بالوطن العربي فصار لازم انه يكون في ميثاق لاسفالوسا اسمي صار واقع والتاريخ يسجل تعرفوني يعني هذي الكلام اغلبه للناس اللي بده تشوفني بعدين اما متابعيني اللي من سنوات اللي انا بسميهم المحاربين القدماء بيعرفوني بيعرفوا توجهاتي اللي الفخر انه كان اللي ايدك كتير كبيرة بمنع المشروبات المصنعة بشكل غير قانوني الارشادات الصحيحة الصحية للشرب بعيد عن مخاطر الادمان فاصدقاء اللي بيتابعوني من سنوات بيعرفوا توجهاتي بيعرفوا انه انا لا ابيع ابدا انا لا ابيعك السمك وعلمك كيف تصطاب ففي اربع نقط مهمين جدا بدي احكيهم بداية انا اسفالوسا محتوي ليس دعوة او ترويج لشرب المشروبات الكحولية لكن ارشاد للشخص اللي بيشرب او بده يشرب لان للاسف بمنطقتنا لما يجي حدا بده يسأل عن المشروبات الكحولية بيتم الرد عليه بشكل هجومي ما بياخد اي معلومات وبيروح بيشرب بدون وعي بدون ارشادات صحية بدون طرق صحيحة للشرب بيوقع بمشاكل صحية بمخاطر الادمان بالمشروبات المصنعة بشكل غير قانوني وكمان لما يجي بده يسأل عن المشروبات الكحولية ويتم مهاجمته ممكن يترك المشروبات الكحولية ويروح للاسوأ وهذا غالبا اللي بيصير يعني لما تهاجمه من جانب ديني او من اي جانب عن المشروبات الكحولية ممكن يتركها ويتوجه لشيء اسوأ فللأسف في الوطن العربي اذا شخص بده يشرب مشروبات كحولية او بيشرب وصار معه شيء ما بيقدر يسأل وحتى اذا بده يعمل بحث على الانترنت بيطلع له بالمحتوى العربي خزعبلات ترهيبة مثلا بيسأل عن طريقة شرب البيرة بيطلع له إذا شربت البيرة سوف يختصبك الشيطان ليلا وإذا شربت البيرة ستذهب إلى الجحيم وإذا شربت البيرة ما بعرف شو رح يصر لك الشخص عبيسأل من ناحية طبية علمية فللأسف المحتوى العربي رح يضيعه أكثر يعني رح يسأل لاقى هجوم راح على المحتوى العربي لأطرهات ما لا أي علاقة بالواقع فرح يتجه لأمور خطيرة أو رح يشرب بطريقة مضرة فبدل ما نهاجمه منها غدول الطريق الصحيح الشرب باعتدال طريقة الشرب الصحيحة عدم الأفراط بالشرب عدم شراء المشروبات المصمعة بشكل غير قانوني الاهتمام بشرب المي بالرياضة جملت اللي بقوله من أول يوم التواجدي online لا تشرب كثير يعني لا تسوق سيارة وانت شربان لا تشتغل بآلات وانت شربان وأهم شي عدم الشرب بشكل يومي كمان هي بكررها من بداية قناتي أسوأ شي ممكن يعمل الشخص أنه يشرب بشكل يومي مهما كان المشروب خفيف بنصح دائما أنه ما يتم الشرب بشكل يومي يعني في المقام الأول ليس دعوة للشرب بس بدل ما نهاجمه لما بده يتعلم عن الشرب ناخد بإيده للطريق السليم بعيدا عن مخاطر المشروبات الكحولية النقطة الثانية هي تعليم صناعة المشروبات الكحولية بشكل طبيعي 100% من الفواكه أو الحبوب يعني من السكريات أو النشويات بدون إدخال أي مواد كيميائية أبدا العنب فقط من العنب فقط بتقدر تعمل نبيذ أوين مثل ما بتتم صناعته من آلاف سنين فبغضوا على طريقة صناعة المشروب بطريقة طبيعية وهيك فيكون حما حاله من دفع الأموال الطائلة على مشروبات غير صحية أبدا مشروبات تكاد تكون سامة وفي منها بالفعل سامة بنسمع كثير بالأماكن التي لا يوجد فيها مشروبات كحولية حالات التسمم وحالات فقدان البصر لأنه بيضرب العصاب هاي المشروبات المسمعة بشكل غير قانوني بتتسمع بطرق سيئة جدا ما فيها أي خبرة وممكن يضيفوها مواد لتسريع التخمير أو لتكتر كمية الناتج اللي تم تأطيره فتصنع بدون ضمير كل هدف المال فما رح يهمهم صحة الناس فبهي الحالة علمته يصنع المشروب من العنب بدل ما يدفع مبالغ طائلة ويشتري مشروب مضر جدا ويكاد يكون سام النقطة التالتة هي تصحيح الصورة النمطية الخاطئة عن المشروبات الكحولية المشروبات الكحولية موجودة من ألاف بل عشرات ألاف سنين مشروبات الكحولية موجودة بكل الثقافات موجودة عند السومريين عند البابليين عند الفراعينة عند الفايكينج حتى عند العرب تاريخ العرب لا يخلو من الخمر أبدا الأدب العربي والشهر العربي نصف الشهر العربي عن الخمور فالخمور موجودة بكل الثقافات وأصل من أصول الثقافات يعني ما بنقدر ننكر هذا الشي بس من سنوات يعني ومش من سنوات طويلة مثلا 400 او 500 سنة كان موضوع الخمر غير الموضوع الموجود هلا انا ما بعرف شو الهدف اللي تم تشويه صورة المشروبات الحولية اخر 400 سنة بشكل رهيب هل هي جوانب سياسية او جوانب اقتصادية يعني ما بحب ادخل بجو المؤامرات لكن الخمور هي اصل في الثقافة العربية بشكل كبير لكن اللي شوه صورة الخمور ما بعرف اتت بالصدفة يعني او خلص شافوا اول خمس افلام او مسلسلات عملوا صورة لشارب الخمر بهذه الطريقة او كملوا لهلا يعني بيظهروا لك شارب الخمر بس بالوطن العربي بيشرب كاسة نبيذ او كاسة بيرة بيروح بيركب السيارة بيعمل ثلاث حوادث وبيضرب اثنين وبيسرق ثلاث بيوت وبيغتصب خمس بنات وبتلاقيه ماشي حيطع بياخدو وحيطع بيجيبو الخمر مش هيك ابدا يعني نحنا على هذا الكوكب 8 مليار حوالي 4 مليار بيشربوا وشرب طبيعي طبعا الافراط بالشرب رح يودي لهي المشاكل ومضر جدا الافراط بالشرب حتى المي اذا شربتها باسراف رح تكون سامة الماء بحد ذاته اذا شربته بشكل مفرط رح يعمل لك تسمم في شي اسمه تسمم مائي اذا اكلت عسل اذا اكلت عسل بكميات كبيرة كما رح يسبب لك مشاكل صحية قاتلة فالموضوع بديهي المشروب الكحولي اخدته باعتدال رح يكون جيد افرطت فيه رح يكون سيئ رابعا واخيرا تحترموا قوانين البلد اللي موجودين فيه سواء قانون العمر اللي بتقدر تشرب فيه في دول بتسمح بشرب لفوق الواحد وعشرين سنة في دول بتسمح الشرب فوق الـ 18 سنة وفي دول بتسمح فوق 16 سنة غالبا بيكون البيرة فقط وكمان تحت القانون انه ممنوع تسوق السيارة وانت شربان مشروبات كحولية طبعا هذا بكل دول العالم قيادة السيارة ممنوعة وانت شربان وهلأ اصدقائي بقدر الكون نتلك المرة اعطيها بس لا تشربها ولا تشرب كتير كاسا يا سلام كتير 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 طيبة سلام